الخبر اللي هو اللي عدنا عن رضا الوهابي وتهكير حسابه بالإنستجرام أو ممكن نقول إنه هو اللي حذف كل الصور اللي عنده فحاليا حساب رضا ما بي أي صورة وبنفس الوقت تم غيرين صورة حسابه طبعا ممكن يكون هاكر هو اللي سوى هذا الشيء ولكن الصراحة ما أتوقع فأتوقع إنه هي حالة من حالات اللي مربها اليوتيوبر لمن يكون نفسي تتعبانة في قعد يبتعد عن السوشال ميديا ولكن ممكن كان حركته شوية غريبة عليكم يكتبونا بالكومنتاشون وتتوقعون هل الموضوع هو عبارة عن هاكر أو الموضوع إنه رضا خف كل شيء الخبر الثاني اللي عندنا عن ريدر والمتابعين اللي سئلوه إنه ليش حذف مقطعه فريدر نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب ولكنه حذفه ورقم ساعة بس باللسما اللي سئلوه عن السبب فالمقطع كان عبارة عن فورتنايت فليهذا مشاهدات المقطع كانت كلش كلش نازلة فريدر قرر إنه يحذف المقطع لهذا السبب فكتبونا بالكومنتاش شو ريكم حركة ريدر بحث المقطع وهل شفتوا المقطع ولا الخبر الثالث اللي عندنا عن اسو واخيرا اقتربت مفاجأتها فاسو نزلت على حسابها بالإنستغرام هالا الستوري اللي تقول بي إنه قربت مفاجأتها فتحضروا يعني اتوقع بقي كم يوم ونعرف مفاجأة اسو فاكتبونا يا حبايب بالكومنتاش قدتوا متحمسين وشنو ستتوقعون المفاجأة بالضبط الخبر الرابع اللي عندنا عن فضيحة بيسان اسماعيل ويا محمد جواني وبعد كل المشاكل اللي صارت بيناتهم بيسان اسماعيل وهذاك الوقت مفكرت إنه تخفي اسم جواني من التعليقات ولكن قبل ثلاثة أيام بس بيسان اسماعيل لغت اسم جواني من التعليقات وهي حطتها بخانة الكلمات المحظورة على مو تخفي اسمه فلو ندخل حاليا على آخر مقطع نزلتها بيسان وندخل بها التعليقات ونكتب محمد جواني ونكتب ويا محمد عم وشوف هي خافية اسم محمد أو خافية كلمة جواني نحفظ تعليق ونحفظ تعليق الشخص اللي قوي ورايا بعد نروح نغير الحساب عم ونشوف هل التعليق ظهر للناس أو لا بعد ما غيرنا الحساب رح ننزل على التعليق ورح نشوف إنه التعليق مظهر وإنما تعليق الأشخاص الثانيين ظهروا ولكن هي خافية كلمة جواني بس كلمة محمد ما خافيتها طبعا بالنسبة يسئلون ليش بيسان اسماعيل هسي يلا لغت اسم جواني بالغاية اسم محمد اجواني من التعليقات وبس والله هنا وصلنا لها المقطع دمان المقطع جابكم بتسحطون لاكسركم بالقناة شاناكم في زي مقاطعة مملكة الخصص وبس مع السلامة